اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال بليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري مؤكدا سيادته فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات كما رحب السيد الرئيس بالسادة الحضور من رؤساء وممثل المحاكمة الدستورية والعليا من مختلف الدول مشيرا سيادته إلى حرصه شخصيا على الالتقاء بهم في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون القضائي المشترك فضلا عن أهمية الدور المحورية التي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس والسادة الرؤساء وممثل المحاكمة الدستورية والعليا حول عدد من الموضوعات حيث أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء